ومن بيروت ينضم إلينا دكتور حسين غريبة أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية يعني عندما نتحدث لعلك تابعت غربية أستاذ غربية إذن عندما نتحدث حول المخرجات والتوصيات التي خرجت بها هاتين القمتين الطارئتين كيف تقيم المشهد في ظل قضايا أمنية كثيرة موجودة في شرق الأوسط؟ عزيزي عند الكلام عن الجامعة العربية والقرارات العربية يعني يحتار المتخصص أو الإنسان العربي من أين يبدأ فكما هو واضح أن الجامعة العربية في هذه القمة كانت موجهة تماما لمواجهة إيران وتدخل إيران في شؤون الدول العربية وهذا موقف واضح وصريح ولم يكن جديدا بل هو تتويج للمطالبات العربية الدائمة وخصوصا دول الخليج لمنع إيران من التمدد في العالم العربي هذا جيد ولكن كيف يمكن للجامعة العربية من تحقيق هذه الأمنية أو هذا التوجه في ظل تشرذم عربي عربي غير مسبوق على الإطلاق في ظل انهيار لأنظمة ودول عربية كاملة منذ عشرة أعوام وحتى اليوم في ظل فقر وجوع موجود وعدم موجود تطور اقتصادي وتنمية في العالم العربي فكيف يمكن لنا في ظل هذا الوضع العربي العام من مواجهة التمدد الإيراني أو الإسرائيلي أو التركي حتى هذه الدول الإقليمية الكبرى لها مشاريع في العالم العربي وهي تنجح في تحقيق في أغلب الأوقات تحقيق مشاريعها ولكن أين هو المشروع العربي؟ أين أمكانيات تحقيق هذا المشروع العربي؟ أين هو الوفاق فيما بين الدول العربية لإنجاح المشروع العربي إذا وجد مشروعا عربيا؟ فالمشكلة هي قبل التوجه ضد إيران أو تركيا أو إسرائيل يجب أن نتفق كعرب على سياسة واستراتيجية من أجل تحقيق مشروع نواجه به المشاريع الأخرى الموجودة في إقليمنا العربي هذه ببساطة المشكلة الأساسية التي يجب أن تعمل الجامعة العربية على مجابهتها بالدرجة إلى أي حد تعتقد أن إيران وما تقوم به من مشاكل أمنية ومن دعم لميليشيات تتبعها سواء في اليمن كجماعة الحوثيين أو في لبنان كحزب الله إلى أي مدى تعتبر أن هذا الأمر بات من المهم عمل رؤية واضحة لحسمه؟ إلى متى ستستمر إيران في دعم هذه الميليشيات وفي التوسع وفي إصدار القلق الأمني؟ ألا توجد رؤية واضحة لقطع دابر إيران؟ هذا بالتأكيد ما كنت أتوجه به منذ قليل إيران لديها مشروع وهناك أطراف عربية تتماهى مع المشروع الإيراني بسبب تماهي الأهداف ما بينها وبين الدول العربية ما هي الوسيلة الأساسية لمنع إيران من التدخل؟ لا توجد حاليا قدرة عربية على مواجهة إيران إلا بالاستعانة بالحليف الدولي مثلا هناك مسألة اليمن لها أكثر من أربع سنوات ولم تحل حتى الآن هناك سوريا هناك لبنان هناك العراق فأين هي السياسة العربية الموحدة التي تستطيع من خلالها جذب الدول العربية للوقوف في وجه أي تمدد إقليمي إن كان بغض النظر عن أطماع أو أهداف تلك الدول في المنطقة العربية هذا بحد ذاته يدل على وجود عقم عربي في الجماعة العربية من أجل الحد من التدخلات الخارجية في العالم العربي فالمسألة كما قلت لتواجه إيران أو تركيا أو إسرائيل يجب أن يكون لديك القدرة على هذه المجابهة أين هي القدرة العربية في هذه المواجهة؟ كيف نستطيع خطع دابع إيران كما قلت؟ لا يوجد لدينا إلا استعانة بالقوة الدولية من أجل تحقيق هذا الهدف وهذا مشكلة بحد ذاتها أشكرك دكتور حسين غربية أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة لبنانية كنت معي على هذه القراءة السياسية